إلى أي مدى دكتور حساسيان وهذا طبعا سمعناه أنه نقدم القدس عاصمة لإسرائيل وننتزع من إسرائيل تنازلات بإمكانها إنتاج صفقة هل هناك معطيات معلومات حول هذا الشأن؟ على الأقل مررت من خلال البريطانيين أولا أنا أشك في صفقة القرن صفقة القرن أصبحت واضحة بأن هذا الرئيس ترامب يريد حل القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني لأنه عندما يسحب من طاولة المفاوضات قضية القدس واللاجئين وسنتكلم عن أونر وموقف أمريكا من هذا الموضوع ماذا بقي هو مع المستوطنات لم ينتقد المستوطنات هو مع إعادة الحدود الرابع من حزيران ماذا نتكلم ماذا يتكلم ترامب عن صفقة العصر ماذا بقي من صفقة العصر هو سحب كل هذه القضايا الأساسية والمحورية التي تعتبر العصب الأساسي للتسوير السياسي مع الجانب الإسرائيلي بأن هذه محلولة بقرار أحد الجانب من الولايات المتحدة أين التفاوض؟ التفاوض على ماذا؟ على حدود؟ على مستوطنات؟ على ماذا؟ أنا أقول له إذا سحب ذلك من الطاولة المفاوضات فليذهب إلى الجحيم ويسحب الطاولة معه كلها